مرحبا حبايا بقلبي كيفكم بتمنى تكونوا بخير اليوم بدنا نعمل فروج مشوي وكريم توم وبننا نعمل اطياب صندويش فروج مشوي وطعم ولا اروع من هيك بتمنى منكن مشاركة الفيديو وتحضروا الفيديو الاخير وما تنسونا من لايك وتفضلوا معي على طريقة التحضير لتتميلة الفروج بعتاز دبس البندورة نحط قريبا هالكمية هاي وبدي لبن وبدي حط بقدونس وبدي حط زيت زيتون وبدي حط زيت نباتي فلفل ابيض بابريكا هيل فلفل اسود وبدي حط توم بودرة وبدي بصل بودرة وبدي حط باسيليكا ريحان بالعربي يعني وبدي حط كاري شوية صغيرة وملح بعمل له تحريكة مع بعضهم وبدي حط توم فريش تقريبا ثلاثة اربعة سنان من التوم الفريش بيعطي طعم كتير طيب طبعا انتو كمان شو بتحبوا التدبيلة فيكن تحطوا للدجاج هلأ بعد ما حركنا التدبيلة بنحطها على جنب في عندي هوني فروج هلأ بدنا نشيل هذا القسم من الفروج وهذا القسم كمان هدول بنكبهم مع لون لازمة شايفين حبايب منشيل بس هدول وفي عندي هوني زبدة هلأ بدي حط شوية زبدة هون تحت الجلد تعطي طعم كتير طيب هيكي من ندلك الفروج بالزبدة كتير بتعطيه طعم طيب وبتعطيه طراوي هلأ كمان بنحط التدبيلة شايفين حبايب طبعا هاي التدبيلة ناقصها ليمون انا كان عندي خالص ليمون بس لازم تحطوا ليمونتين فريش عصير ليمونتين فريش بيعطي طعم كتير طيب انا رح استبدل الليمون بعصير البردقان بس هلأ اول شي مرمغت الفروج بهاي التدبيلة وهلأ بدي حطه على هاي الشوية هاي اشتريتها من موقع اسمه شيئين كتير كويسة شايفين حبايب الفرن شغال عندي على درجة حرارة 200 هلأ بحط الفروج وهلأ هوني دوبت الزبدة اللي زادت عندي وهوني عصرت اه بردقانة هو يفضل يكون الليمون بس انا كان خالص عندي بس الليمون بيعطي طعم كتير طيب شايفين حبايب بعد شيء تقريبا عشر دقايق اربع ساعة طلعت الفروج وبلشت سقي هيك بتدبيلة هاي شايفين كيف حبايب بكل شوي يعني كل شغلة عشر دقايق يعني بحط له من هاي التدبيلة هيك ما بينشف معي الفروج وبيعطي طعم كتير طيب يعني كل شوي بيطلعوا الفروج وبتحطوله من هاي التدبيلة يعني بياخد تقريبا شي ساعة ونص بالفرن بين الساعة ونص ساعة وخمسة واربعين دقيقة هلأ أثناء بدا نعمل كريم التوم أخدت كاسة حليب وفي عندي هون زيت نباتي بدي كاستين زيت وبدي سنين توم كبار أو ثلاث سنان على كيف كون انتوا قديش بدكن حطيت رشية فلفل أبيض وبدي حط النص ليمونة فريش عصير النص ليمونة فريش وبدي حط ملح وهلأ منبلش نخفق بهالطريقة هاي طبعا هاي الطريقة كتير سريعة للكريم توم شايفين حبايب يعني ما بياخد معكم تقريبا دقيقة ونص دقيقتين بيكون خالص الكريم توم وطعمته كتير كتير طيبة شايفين حبايب هذا هو قوام مطلوب هلأ منفضي الكريم توم بهذا الصحان ونحطهم بالبرد هلأ بدي جهز بطاطا في عندي هاي البطاطا شايفين حبايب هاي البطاطا مفرزة بشير بحط شوية صغيرة بال وبرشلهم رشة زيت وبعدين بشاغل على درجة حرارة ميتين أو مية وتمانين وبشاغلها هلأ الفروج بعد ساعة وتقريبا خمسة وارمعين دقيقة استوى عندي شايفين حبايب هلأ بطلعوا من هاي الشوية حطيتوا على الصحن هلأ أنا بدي اعمل صندويش بقى مشان هيك بدي افرط الفروج يعني أنا بدي اعمل صندويشة الفروج شاور ما عرفتش لون عليه حبايب كرمال هيك هلأ بدي افرط كل هذا الفروج بعدين بدي اعمله صندويش متل كأنه عم اعمل صندويش شاور ما بيطلع طعمته كتير طيبة يعني استواء الفروج غير شكل يعني طالع بجن رايح نيفة هلأ فرفطه كل ياته شايفين حبايب يعني طعمته ولا اروع من هيك هلأ بعد ما خلصت الفرط الفروج شايفين بطاطا كل شوي بحركها في عندي هون مخلى الخيار بيلبع كتير مع الصندويش بدي قصهم هيك بهاي الطريقة وفي عندي هون الصمون بدي قص الصمون بهاي الطريقة هاي وبدي فرغ شوي صغيرة من الخبز هلأ كمان برجع كمان البطاطا بحركون شوي صغيرة هلأ بحط من هادا كريم التوم يلي عمناه سوا وبدي حط من الفروج المشوي شايفين حبايب كمان الاشرة كتير طعمته طيبة هلأ بحط مخلل وبدي حط دبس رمان بيعطي طعم كتير طيب وهلأ بدي حط من البطاطا وبدي حط كولسلو كمان بيعطي طعم كتير طيب واخر شي شوية كاتشب ايه بسكر الصندويشة في عندي مقلاية حطيت لها شوية صغيرة من الزبدة هلأ بدي سخن الصندويشة عليا من سخنة على الطرفين يعني بتطلع عنكن هون طيب صندويش فيكن تعملوا مشروع حبايب وتبيعوا يعني طعمته جدا جدا رائعة هيك الصندويش الشارع عندي جاهز هلأ منقصها وشوفوا حبايب قديش الصندويشة شكلها بشهي جربوا الوصفة وريتوا ألف صحة وهنا على ألبكم جميعا